اللقاءات التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء سوريا وإيران وتركيا في سوتي والتي كانت سوريا عنوانا رئيسيا فيها لا تزال تلقي بظلالها على إسرائيل القلق الإسرائيلي من إنجاز تسوية في سوريا لا تأخذ فيها المصالح الإسرائيلية بالحسب والنتائج التي رشحت عن لقاء القمة الروسية التركية الإيراني حضر بقوة على طاولة المجلس الوزاري المصغري للشؤون الأمنية والسياسية فضلا عن تقديرات الوضع في الجيش الإسرائيلي للساحة الشمالية وهو الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس الوزاري المصغر بشأن سوريا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار جنوبها كل شيء يتغير في سوريا الإيرانيون سيبقون هناك والروس أيضا لم يأتوا عابري سبيل فقط الجبهة الشمالية لإسرائيل من رأس النقورة وحتى غور الأردن تحصل فيها تغيرات غير جيدة بالنسبة لإسرائيل إلى القلق الإسرائيلي من بنود التسوية المحتملة في سوريا وصل المسؤولون الإسرائيليون التعبير عن خشيتهم من أي حضور إيراني في سوريا نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس السوري عبر طرف ثالث مفادها بأنه إذا طلبت قوات إيرانية للتمركز داخل سوريا وفق اتفاق ما على طريقة الاتفاق مع روسيا فستغير إسرائيل سياستها الحالية وهي سياسة عدم التدخل سبب هذا الإنذار هو الرغبة في محاولة منع الأسد من توقيع اتفاق مع الإيرانيين يسمح لهم ببناء ما يريدونه في سوريا الحديث الإسرائيلي عن غياب الشريك الأمريكي عن صورة الواقع الجديد المتبلور في سوريا وعن كون روسيا اللاعب الأساسي اليوم على الساحتين الدولية والإقليمية وجد تعبيره في توجه وفد من لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة إلى موسكو للقاء شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الروسية لقاء سيناقش الواقع الجديد في سوريا بعد الاتفاقات التي أنجزت خلال لقاءات الرئيس بوتين في سوتشي كما سيناقش التأثير الإيراني في المنطقة عموما وسوريا خصوصا